طاجن الكفتة بالبطاطس من الحاجات اللي انا قدمتها من فترة وعجبت كتير جدا من المتابعين وشكروا فيه جدا لكن جات لتعليقات كتير ياريت تعمليه من غير ما تحمل البطاطس في الزيت وياريت تقطري كمية الكفتة شوية بنفس كمية اللحم فان شاء الله النهاردة هعمله بالطريقة اللي انتو طلبتوها بالزبط وبنص مفروم هنعمل طاجن كفتة بالبطاطس يكفي خمس ست افراد في حال ان انت لو عملت نص كيلو مفروم بس كفتة لوحده مش هيكفي العدد ده نسمي اللي ونسالي على الرسول ونشوف الطريقة مع بعض في البداية كده هنعمل الكفتة او خلطة الكفتة هنحتاج لبسلطين وسط هنفرومهم بالاول في الكبة ناعم او ممكن تبشروهم بالمبشرة هننزل عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة بعد كده هنحتاج ربع كباية برغل وطبعا كمية البرغل دي بتدي طعم حلو قوي للكفتة وبتقطر الكمية ربع كباية برغل انا نقعته نص ساعة في مية دافية او مية سخنة بعد كده صفيته حلو قوي وجبت اربع خمس عدان كده بقدوني صفرمتهم ناعم بعد كده حطت نص معلقة صغيرة فلفل اسود وهحط رشة من الحبهان البودر وورق اللورة البودر والقرفة كمان وربع معلقة صغيرة كمون واحط نص معلقة صغيرة بهارات كفتة او بهارات لحمة وحطي بقى معلقة صغيرة ملح او معلقة ونص على حسب كمية الملح اللي انتي بتفضليها نفروم الكفتة بمحتوياتها كويس في الكبة احنا عايزين هتبقى نعمة كده وتندمج مع بعض تقدر انتي برضو في طبق كده بأيديكي اه تعجيني في الكفتة كده مع الاضافات اللي احنا حطناها بحيث تبقى معانا عجينة طرية اه المرة دي احنا عملنا الكفتة من غير ما نصفي مية البصل عكس طبعا الطريقة القديمة فالبرغل لازم يتصفى كويس قوي لكن البصل ممكن ان احنا ما نصفيش مية اه لو لقيت ان العجينة بتاعت الكفتة معاك طرية بزيادة تقدر تحط لها معلقة بقسمات او معلقة دقيق واعجينيها تاني هتبقى متماسكة معاك وزي الفل هتغدي بقى حطة صغيرة وتضغطي عليها ضغطة حلوة كده وتقوريها وتشيليها كده كم دقيقة في التلاجة او في الفريزر على ما نحضر الخضار هتحضر الخضار دا يعني تقطعي البطاطس وتفرمي طماطم وتقطعي فلفل بعدها على طول نبتدي نحمل الكفتة هنجيب الطاصة الكبيرة او الحلة الكبيرة حط فيها شوية زيت ولكن حابة تزودي معلقة سمن بلدي عليها براحتك آآ المهم ان احنا هننزل بالكفتة بعد ما نطلحها من التلاجة او من الفريزر انا سبتها يعني حاجة بسيطة آآ ممكن ربع ساعة او عشر دقايق على ما نحضر الخضار هننزل بالكفتة في الزيت السخن سيبيه يسخن الاول بعد كده نزلي بالكفتة وسيبيها تاخد كده صدمة حلوة آآ النار يعني آآ متوسطة او اعلى من المتوسطة شوية وهنخلي الكفتة تاخد لون حلو بعد كده نقلبها على الناحية التانية هي كده مش هتاخد تسوية كاملة يعني تقريبا كده نص التسوية لان الكفتة بطبيعة الحال يعني ما بتاخدش وقت كتير علشان تستويه فمجرد ان احنا نضحرجها بس في الزيت وتاخد لون دهبي من الجوانب بتاعتها هي كده دخلت خمسين في المية من التسوية بتاعتها هنشيلها من الطاصة ولو في فتة فيت كفتة في الطاصة ممكن نشيلها بالمصفى آآ او آآ ننشيلها كده بالمعلقة وننزل مكان الكفتة ببصلاية كبيرة متقطعة شرايح او ممكن بصلتين بحجم وسط بتقدري على فكرة تزودي كمية الخضار او تقليليها زي ما تحبي اديت البصلاية تشويحة بسيطة تتبل بس نزلت بخمس ست فصوص طم الطعام شرايح برضو شوحت الطم تشويحة بسيطة هنزل بعدها على طول بكيلو بطاطس مقطعة صوابع بس تكون الصوابع تخينة يعني علشان الصوابع بتاعت البطاطس يعني ما تتهيرش بسرعة لازم تكون تخينة وقرنن فلفل رومي وهشوح كل الحاجات الحلوة دي مع بعض آآ بعد كده هنزل بكيلو لرابع طماطم آآ فرمتها فرم خشنة في الكبة او ممكن تفرميها فرم خشنة في الخلاط ممكن تقطعيها قطعة صغيرة آآ بالسكينة يعني زي ما تحبي او برضو بالمبشرة آآ نزلت بالطماطم وهديها بقى رشة فلفل اسود ورشة ملح مش هنتبل الصالصة كتير لان الكفتة نفسها بتتبلها حلوة قوي فهنا ممكن تحطي رشة فلفل ورشة بهارات وتسيبي الطماطم مع البطاطس لحد ما تاخد نص تسبيكة بعد كده هننزل عليها بكباية او كبايتين مية علشان احنا عايزين بقى الصوص بتاع الصالصة يزيد معانا علشان لما نرجع نحط الكفتة آآ يكون في سوايل كده تستوي فيها يبقى البطاطس هنا خلاص دخلت في سوى مجرد بس ما الصالصة اخدت غلوتين تلاتة وتسبيكت نص تسبيكة البطاطس دخلت في نسبة كبيرة او من السوى نرجع بقى نحط الكفتة ونسيبها تغلي غلوتين مع الصالصة البطاطس هتكمل التسويق بتاعتها والكفتة هتكمل التسويق بتاعتها بعد كده هنحطها في الطاغن وندخلها الفرن آآ تحت الشوية نقدر هنا بقى لما نحط الكفتة مع الصالصة نخليها اتكمل التسوية هي والبطاطس في الفرن بعد كده نشغل الشوية تاخدوش. فاما ان انت تكمل التسوية كلها على نر البتغاز من فوق او تخليها تكمل بате التسوية بتاعتها في الفرن بعد كده انشغل الشوية وزي ما شفتم ده شكل الطاغن بعد ما شغلت عليه الشوية. آآ الكفتة بتاخد تحميلة كده حلوة من الشواية والبطاطس كمان. آآ طاقم طعم ولذيذ جدا جدا وطريقته سهلة. وزي ما شفته كده ما حمرناش البطاطس في الزيت والكفتة كميتها زادت بالبرغل عكس الطريقة اللي انا قدمتها قبل كده. واللي كتير جربها وعجبته جدا. آآ كل التعليقات اللي جات لي. كانت آآ مش عايزين نحمر البطاطس وياريت آآ تقطري كميتة الكفتة شوية عشان الوجبة تكفي عدد كبير. الوجبة دي ان شاء الله هتكفي عدد كبير. وبطعم لذيذ جدا. ان شاء الله لما هتجربوه هتعجبه جدا جدا. والسلام.